أفادت دراسة من جامعة هارفرد بأن الموجات الحارة قد تضعف إنتاجية الفرد بأن تجعل تفكيره أبطأ وذلك حتى بنسبة لصغار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة ووجد الباحثون أن الطلاب الذين يقيمون في مساكن غير مزودة بأجهزة للتكييف أثناء موجة صيفية حارة حققوا نتائج أقل في اختبارات لمهارات الإدراك أجريت على مدار أسبوع تقريبا مقارنة بطلاب مقيمين في مباني مكيفة وحرص الباحثون على إجراء التجربة بحيث تشمل موجة حارة تستمر خمسة أيام يليها خمسة أيام تكون درجات الحرارة فيها أكثر اعتدالا ويعقبها يوما من الطقس اللطيف ترجمة نانسي قنقر